سألتني في ايه? ما سألتك والله شيء طيب بس انا اعمل لك بلوم اعمل لك متابعة. الله يبين. لو لو عندك ايه سيلة طبية ممكن سانة انطيدة. والله يا دكتور بده اقول لك شوال ايه? معي انا كولون اعطوا البطن من نفق. ليش? والله ليش? عشان انت انت جبت السؤال والاجابة في نفس السؤال. انا عندي كولون فتلقى هي من ضمن اعراض الكولون الانتفاخ. الانتفاخ والغازات من ضمن الاعراض الاساسية للكولون. فلابد في البداية مثلا لو احنا انت لو احنا يعني هقول لك دلوقتي على حاجات ممكن تساعدنا ان احنا نعالج القولون. فضل. انت بتاخد ادوية معينة للقولون الاول? لا ولا ما اوحشي طاول اه. اه تمام. خليني خليني اديك مجموعة يعني خليني اتكلم ما نيجي نتكلم في القولون العصبي بشكل اساسي. اه. انا ما بشكب شي طاو بس. انت ما بتشكب اي شي. ما بس كمي شي طاول ولا اي شي طاول الحمد لله اه جسمي الصاغ صليم بالمية مية. بس بس شو الكالون او النفخة ببول شو ببول كتير يعني ببول كتير ببول. كل عايش داير بس عايش داير ببول. كون ما اشتكر شي دكتور? وارد ان انت كن ليلة بص اللي عطش الشيء دي بتعطش كتير. وبتشرب كتير وبتخش الحمام كتير. صح? والله دكتور يعني مش شاجه اكتش الشيء. بش بأكتش الشيء. تمام الشيء دي برضو مشكلة. طب يعني انت انت عملت تحليل السكر من قبل ولا ما عملتش? لا ولا ما عملش تحليل. وله بص لو انت بتاعتاش كتير وبتخش الحمام كتير. يعني انت زي ما بتقول لو بتاعتاش كتير وبتخش الحمام كتير. واي اولي تاني. اه ضروري جدا ان انت مسلا عليكم تتأكد مسلا هل عندنا ممكن يكون عندنا السكر فيفضل ان انت مسلا تعمل تحليل سكر. ده رقم ثاني حاجة اما بالنسبة للمشكلة القولون العصبي وطبعا في ادوية بتستخدم واشهرهم مثلا نتكلم عن اللايبراكس ده 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 بنستخدمه اللايبراكس ده ده بنستخدمه في علاج متلازمة القولون العصبي والكرحة الهضمية والتهاب الامعاء والمعدة ودي بيقللنا بقى من الام البطن وبيقللنا من القلق والمتسبب في اضطرابات المعدة اللي موجودة عندنا. دكتور مسعفة مسفعد ذلك انا سوي تحليل اه سوي تحليل انا دكتور اه والله اعمل 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 تحليل السكر اتطمن عن نفسك يعني عندك تاريخ مرضي في العيلة بالسكر لا ما فيش الحمد لله طاول ما فيش ولا زمن هزكر من واردي من واردي لا انا لحد عائلتها كلها ما فيش الحمد لله فضل الله تمام يعني انت اه لو لو بص يعني بالنسبة للسكر اه بس يعني اقول الانسون كويس 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 لكن انا بس انا بكلمك دلوقتي هكلمك عن دواء يعني احنا من استخدمه بشكل مستمر في علاج القولون العصبي. اللي هو اسمه لابراكس ده يعتبر من ضمن الحاجات اللي بتستخدم في علاج القولون العصبي. اه بنستخدمه في علاج تشنجات الجسم يعني. يعني في مادة اسمها البن زود ديازدين غالبا او مش متذكرة اسمها بالضبط. زنجبيل 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 لا 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 زنجبيل ليس له علاقة. اقول سوف زنجبيل كما زنجبيل وليمون قويس. والله لو بالنسبة للاشياء الطبيعية زنجبيل والزنجبيل واللمون والاور والارفة والينسون كل هذه الاشياء كويسة ما فيش مشكلة ما حدش يقدر يختلف عليهم. لكان دلوقتي اه اه انا بكلمك دلوقتي احنا عندنا مسلا عليكم بكلمك عن عن يعني اه ده واللاي ده انا بكلمك كروشيدة تتكتب في العيادة اللايبريكس. اللايبريكس ده لوحد مثلا عنده قولون عصب نكتبه نكتبه ليه? لانه بيعالج تشنجات الجسم وبيخفف من القلق والتوتر وبيعالج حالات ليه دور كبير جدا في علاج حالات القولون العصبي وعلاج فرحة المعدة وبيخفف من اضطرابات الدورة الشهرية ايضا بالنسبة للستات وبرضو ليه دور كبير جدا في علاج سلس سلس البول وكدواعي استعمال ليه كمل? كمل. نعمل بس اه 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 كدواعي استعمال لدول اللايبريكس ده بنقول مسلا اه طبعا حالات الانتفاخ المختلفة الامساك الاسهال العسر الهض التهابات القولون الحادة مسلا. اه التهابات ما شاء الله ربنا يزيد يبقى لك شوف كده وشك نور كده ما شاء الله نسأل الله عز وجل يحفظك. الله يبارك فيك. يب احنا كده قولنا مسلا اه حالات الامساك واليسهال وعسر الهضم وانتفاخ القولون والاتهابات القولون الحادة مسلا التهابات الامعاء وتقلصات والترابات الجهاز الهضمي. وعلاج تشنجات القولون العصبي بيرضو ممكن نستخدم في دور اللايبريكس ده. بالنسبة لدور اللايبريكس ده طبعا يعني ما بناخدوش طبعا الا تحت الاشراف الطبي ده كده رقم واحد فانا مسلا انا بالرغم ان اقول لك عليها انت ممكن مسلا تروح استخدالية وتجيبه بس برضو يفضل ما تاخدوش الى تحت الاشراف الطبي علشان ما يسببش مضاعفات خطيرة ممكن تصل للإدمان. فالناس اللي بتاخد اللايبريكس مسلا تروح استخدالية ويجدها اللايبريكس فالدنا تاخدوا بقى على طول. كل ما مساء الله اي عرض للكولين تاخدوا على طول على طول فيبقى يدمان. وبعد كده الجسم ما يبدأش يستجيب لي وبعد كده الجسم يصبح من جسم الله خلقه. اه لكن اه الشخص نفسه افسد جسم بنفسه. برضو اه برضو من ضمن الممنوعات ان هو مسلا اه الدور اللايبريكس ما بيتاخدش اثناء الحمل علشان بينتقل للجنين عبر المشيمة. بينتقل للجنين عبر المشيمة. فبردو اللايبريكس ده برضو من ضمن الحاجات الهنا. بيفضل اه يعني يفضل تجنب طبعا تناول الكحوليات والمواد المخدرة اثناء اه يعني فيه ناس مدمينة مثلا مخدرات او مدمينة كحوليات او اشياء من هذا القبيل. لو 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 هيدنهم بياخدوا نفس يعني بيشربوا كده يعني دور اللايبريكس مش يستفيدوا منه استفادة كويسة لان الاتنين بيعرضوا بعض. برضو بنفضل ان دور اللايبريكس ده او دور اللايبريكس ده ميتخدش واحد مثلا النازل يسوق عربية بتاعته لانه بيعمل غباش في الرؤية. فبردو بنمنع الدور ده عن الاشخاص اللي بيعانوا مثلا من الامراض النفسية او امراض العيون زي الجولوكوما او امراض الكبد والكيلة. بشوف اي دور ممكن يبقى ليه فوايد كتير برضو ممكن يبقى ليه اضرار لو اتاخد بدون وصفة طبية وصفة طبية. وبردو اللايبريكس ده بالرغم شوف انا قلت لك فوايد كتيرة جدا فوق ليه وانا بتكلم مثلا الاسهال والامساك والانتفاخات والقول والعصبي والتهبات الامعاء ممكن يستخدمه. لكن برضو ليه موانا يعني اللايبريكس ده مثلا من ضمن موانا والتدخم الحميد للبرستاتا. يعني الحالات المرضية ممنوعة ان نستخدمها في انساداد مثلا في عنق المسانة او ارتفاع ضغط العين. في حالة وجود مثلا حساسية من المواد الفعالة. وبردو فممكن برضو في حالة ده ده مع الحمل برضو قلنا بينتقل الجنين عبر المشيمة وبالتالي يضر الجنين. اه يعني اه لا دهو اللايبريكس برغم ان هو مفيد برضو بس في حالة الرضاعة برضو ممكن يعني اه يعني يفضل احنا نبعد عنه لان ممكن برضو يؤثر على صحة الرضيع او كده. اه دهو اللايبريكس لو احنا اخدناه بشكل مستمر بيعمل بيؤثر على الجهاز العصبي وبالتالي بيسبب الادمان. اه علشان كده اه علشان كده بشكل مستمر لا يفضل استخدامه مثلا الا بوصفة طبية او شيء من هذا القبيل. كعلاج بقى طبيعي. انا كلمتك عن علاج دوائي. مساكنا العلاج الدوائي تكلمنا فيه وقلنا الحاجات المفيدة والاضرار. يا دكتور بقى العلاج الدوائي. العلاج الجزائي. فيه تلات حاجات احنا بنستخدمهم. احنا عندنا امساك مثلا ولياكم في القرون العصبي. الامساك ده بنعنجه بتلات حاجات مثلا. بافضل ثلاث ملينات طبيعية على وجه الارض. اه اه هقول اقل في الفعالية وبعد كده الوسط وبعد كده اعلى في الفعالية. اقل في الفعالية بنقول مشروب الحلبة. مشروب الحلبة من ضمن الحاجات اللي بتعالج. بتعالج الامساك. الحلبة. الحلبة ملين طبيعي بيعالج لنا الامساك. اه بس بنقول من الدرجة الاولى. الاعلى منه في الدرجة والاقوى منه في الدرجة بنقول اه زيت الزعتر. الزعتر برضو يعتبر من ضمن الحاجات الفعالة الملين طبيعي ممكن نستخدمه بس بيكون مرحلة تانية تالت حاجة بنقول عشب بنقول مسلا السيناميكي السيناميكي يعتبر من ضمن اقوى اه السيناميكي يعتبر من اقوى الحاجات اللي ممكن تكون من اه اللي ممكن مسلا رديكم تعليق لنا الامساك ويعتبر من افضل ملينات الطبيعية بس زي ما احنا قولنا القاعدة الاساسية لا افراطة ولا تفريط بنبدأ بالحاجة البسيطة مثلا زي مشروب الحلبة وبعد كده بنبدأ نزود شوية لو ما جابتش نتيجة بنستخدم الخروع وبعد كده لو ما جابتش نتيجة بناخد الاعلى منها في الدرجة اللي هو اه اه السينامي الكيم تمام يا دكتور رحمد شكرا دكتور رحمد شكرا على رأس الله يخليك ربنا يا سيدك انا تحت امرك احنا لسوادات الله يخليك رعاية الله سلام عليكم